عاجل دولة عربية تخول مصر في قضية سد النهضة وصدمة فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في مصر وعاجل مصر تبدأ بتصنيع محطة نووية كبرى ننشر لحضراتكم التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا وصدمة فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في مصر في نشاطاء الموقع التصل الاجتماعي في فيسبوك في مصر نشر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من بائعي تذاكر في أحد القطارات بالتعدي على أمين شرطة في محطة قطار بركة السبع بمحافظة المنوفية ويظهر في الفيديو حديث لأحد الشبان يقول فيه عيد تضربه راجل كبير كده وكمان لابس ميري وأكد ناشروا الفيديو أن الواقعة حدثت في قطار الروسي جديد خط قاهرة الإسكندرية الساعة التاسعة والنصف صباحا وأضاف أحدهم للأسف الشديد أن الواقعة مع أمين الشرطة لابس ميري اتلموا عليه كمسرية وضربوه عشان التذكرة والكمساري قال له هسلمك الراجل قال له مش معايا فلوس اتلموا عليه وضربوه بجد من جانبه نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية تحرير أي محاضر بهذا الشأن بقسم شرطة بركة السبع أكد أن ناظر المحطة لم يتقدم بأي اختارات بوجود مثل هذه الواقعة ورجح أن تكون الواقعة قد حدثت في وقت سابق ولكن جرى نشر الفيديو اليوم تزامنا مع الفيديو الخاص بواقعة قيام أحد بائعي تذاكر في قطار منوف بالتعدي على أحد الركاب بأن صفعاه على وجهه أمام ابنته الطفلة وباقي المواطنين لامتناعه عن سداد غرامة بقيمة 21 جنيه مصدر معانا كان من الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا القبر يعني المؤسف زي ما قلته هقول تاني الكمسرية يعني محتاجين يعني يتفلطروا من قبل الجهات المعنية بتاعين الكمساري على محطات القطار وفي القطارات هذا الأمر يعني سيء جدا وأخلاء الكمسرية يعني شيء محزن للغاية وأخلاء الكمسرية يعني جزء كبير منهم مش كلهم يعني أخلاء ما ينفعش تتعامل مع الناس أو المواطنين أو الشعب المصري اللي يعني بيركبوا قطارات في مصر انتقل مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل دولة عربية تخوم مصر في قضية سد النهضة نقلت السفارة الإثيوبية في قطر إن السلطات القطرية تدعم حق إثيوبيا في التنمية وتعتبر أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي السفارة قالت على حسابها على تويتر من السفيرة الإثيوبية في الدوحة سامية زكريا غوتو التقت بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان سعيد المريخي حيث أكد أن قطر تدعم حق إثيوبيا في التنمية كما أنها لم تغير موقفها من قضية سد النهضة المريخي أشار حسب البيان الإثيوبي إن مناقشة قضية سد النهضة شأن يخص الاتحاد الإفريقي ويجب مواصلة ببحثها السفارة الإثيوبية أشارت إن المناقشات تطرقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين نشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا حول اللقاء الذي حدث في الدوحة قائلة إن الطرفين استعرض علاقات التعاون السنائي بين البلدين دون ذكر أي تفاصيل أخرى زي ما حضركم عارفينه أقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة إثيوبيا أعلنت مرارا رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي داعية إلى إبقائها في الإطار الإفريقي العاصمة قطرية الدوحة شهدت يوم 15 يونيو اجتماعا لأزراء الخارجية العرب لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة مصدر معانا كان من RT يعني هنا نجد للأسف شيء يعني محزن قطر لن تغير سياساتها تجاه مصر طبعا يعني شيء محزن لقطر مش لمصر أو بالنسبة لمصر يعني مصر مش مستنيها دولة مثل قطر إنها يعني يكون لها دور في هذه القضية ولكن قطر يعني تريد الانهيار لمصر وهذا رأيي شخصي أترك لحضراتكم التعليق وبقرأ تعليقات حضراتكم بخصوص هذا الخبر وإن شاء الله هتابع تعليقات حضراتكم بخصوص هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل مصر تبدأ بتصنيه محطة نووية كبرى وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن مشروع الضبع النووية يسير وفقا للجدوى للزمن المتفق عليه مع شركة روس آتوم الروسية محمد شاكر أكد أنه لا توجد أي معوقات لتعطيله على أن تبدأ أول عمليات التشغيل المحطة في عام 26 وأعلنت مصر عام 2015 عن توقيع اتفاق مع شركة روس آتوم الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل 4800 ميجاوات وقامت بإسناد أعمال تجهيز وإعداد المواقع لعدد من شركات المؤولات المصرية بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على صلاحية الموقع لبناء المحطة وسلمت مؤخرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق والتراخيس اللازمة للحصول على إذن إنشاء المحطة أفاد شاكر خلال تصريحات صحفية أن رئيس شركة روس آتوم كان في زيارة لمصر لتفقد مواقع المحطة ودعاهم لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية التي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل للمتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبع النووية نحو 25 ألف عامل 80% منهم من المصريين وستصل التكلفة المتوقعة لإنشاء محطة لأربعة مليار دولار وأكد شاكر أن مصر تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها مؤخرا السعودية التي سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تمت ترسية المشروع عليها خلال شهرين أشار أن قدرات الربط مع السعودية ستصل لألفين وثلاث تلاف ميجاوات وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثلاثة الموقعة معها على اتفاقية ربط كهربائي وهم السودان وليبيا والأردن والتي تبلغ حاليا ما بين 3500 ل 4000 ميجاوات حيث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خلال 16 شهر ل300 ميجاوات وزيادته لألفين ميجاوات مع الأردن أشار الوزير المصري إلى أن مشروع الهايدروجين الأخضر التي تدرس مصر ضمه إلى مصادر الطاقة لديها من المستهدف أن يولد 100 ميجاوات كهرباء خلال عشر سنوات على أن تزيد لـ 400 و 800 ميجاوات مصدر معانا كان من RT وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر جينا للهاية ناشرة الأخبار أتمنى أن أكون يعني خفيفة على حضراتكم كان معكم السلام الأمير أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته